بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هو لو الزوج أو الوالد آم بزبح الأضحية من الشاه فهل هذه الذبيحة تجزئ عن أهل البيت الواحد نعم هذه الذبيحة تجزئ عن أهل البيت يعني إيه يعني لو الزوج آم بزبح الأضحية هذه الذبيحة تجزئ عن الزوج وعن زوجته وعن أولاده ولو أنبها الأب تجزع عن أولاده لماذا؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سن لنا هذه الذبيحة سنها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى يقول سيدنا عطاء بن يسار رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأضاحي فقال كان الرجل يضحي بالشات عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون إبقى الرجل كان يقوم بذبح هذه الأضحية عن أهل بيته يعني عن زوجته وأولاده فيأكل من هذه الأضحية التي قام بذبحها ثم يتصدق ببعض اللحم على الفقراء والمساكين إبقى حضرتك لما يقوم الوالد بذبح الأضحية هذه الذبيحة تسقط السنة عن أهل البيت تسقطها عن الزوجة وعن الأولاد الصغار الذين ألزم الوالد بالإنفاق عليهم لأنه قام والدهم بذبح الأضحية نيابة عنهم وطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا والله أعلم ترجمة نانسي قنقر